سؤال أيضاً ما يتعلق في نواقض الوضوء بالنسبة للدم الدم الذي يخرج من غير السبيلين هنا سائل يقول أحياناً يخرج مني دم فهل ينقض الوضوء أم لا أولاً أخي الفاضل عندنا قاعدة مهمة مثلما ذكرتنا قبل قليل الدم الذي يخرج من السبيلين من الدبر أو القبل مثلاً في غير الحيض ولا النفاس بالنسبة للمرأة نفترض رجل خرج منه دم مثلاً بواسير نفترض رجل خرج منه دم من ذكري مثلاً لمرض هذا ينتقض فيه الوضوء للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل قبل الفاصل الذي تابع معنا كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان نجساً أو كان طاهراً هذه قاعدة تحفظونا بارك الله فيكم كل شيء يخرج منه أفترض الآن لو خرج دود مثلاً بعض الناس عنده دود مشكلة يخرج نقول نقض الوضوء بعض الناس يخرج منه حصى من الدبر أو القبل نقول انتقض الوضوء بعض الناس عنده مرض كلاً مثلاً ويخرج منه حصى مثلاً نقول انتقض وضوءك هذا على قاعدة الجمهور بارك الله فيكم فخروج الدم من السبيلين هذا ناقض الوضوء خروج دم المرأة إذا كان حيض أو نفاس هذا معروف هذا فيه الغسل يعني إذا طهرت فيه الغسل وليس الوضوء طيب خروج الدم من باقي الجسد هل ينقض الوضوء أم لا هذه المسألة من المسائل التي حولها خلاف طيب من العلماء من يقول ينقض مطلقاً مجرد طلوع الدم حتى لو كان يسيراً أنه ينقض مطلقاً من العلماء من يقول لا ينقض مطلقاً وليس الوضوء على أن الدم إذا خرج من بدن الإنسان من غير السبيل ينقض الوضوء يقول وين الدليل ما في دليل ما في دليل ويتحدون على ذلك ومن أهل العلم من يفرق يقولون فرق بين الدم القليل والدم الفاحش يقول الدم الكثير طبعاً الفاحش هذا كيف نعرف أنه فاحش بعض العلماء حدده بملء الكف يقول إذا كان الدم بملء الكف خرج من بدن الإنسان هذا فاحش ينقض الوضوء وإما إذا كان يسير جرح بسيط أو كذا قالوا لا ينقض الوضوء الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثالث هو الأقرب إلى الصواب فإذا كان الدم يسيراً مثل ما يحصل الآن جراحات أو شيء ما ينقض الوضوء وإما إذا كان بكثرة فالاحتياط نقض الوضوء وذلك لأن هذا هو كلام الجمهور احتاط الإنسان فيعيد وضوءه وقد ذكروا عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله أنه عصر بثرة كانت في جسده في الصلاة وخرج منها الدم ولم يعد الوضوء ولا الصلاة بثرة يعني حركها فانفجر منها الدم هو في الصلاة فما عاد وضوءه ولا صلاة وأيضاً ذكروا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم لما يغزون في سبيل الله عند عليهم الجراحات فيصلون فيها قالوا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء كذلك ذكروا عن جمع من علماء السلف رحمهم الله تعالى كابن أبي ليلى وغيره أنهم كانوا يعني يخرج الدم من أنفهم وما يعيدون الصلاة ولا الوضوء عموماً إذا كان الدم يسير لا ينتقدر به الوضوء وإذا كان الدم فاحش كثير فالاحتياط أنك تتوضى بارك الله فيك